هاتشيكو الكلب الوفي الذي صنع له اليابانيون تمثالا هاتشيكو كان ملكا لأستاذ جامعي يدعى هيدا سابورو اوينو وهو بروفيسور في قسم الزراعة في جامعة توكيو وقد اعتاد هاتشيكو مرافقة مالكه إلى محطة القطار عند ذهابه إلى العمل وحين كان يعود لبروفيسور من عمله كان يجد هاتشيكو في انتظاره عند باب المحطة وبمرور الأيام أصبح وقوف الكلب انتظارا لصاحبه منظرا يوميا معتادا لمسافري محطة شيبويا وزوارها الدائمين واستمر هذا الحال حتى أتى ذلك اليوم الحزين الذي وقف فيه هاتشيكو منتظرا وصول صاحبه عند باب المحطة كعادته لكن لبروفيسور لم يصل أبدا فقد توفي على إثر إصابته بجلطة دماغية أثناء العمل في ذلك اليوم الكئيب من عام 1925 لكن من ذا الذي يستطيع إخبار كلب بموت صاحبه وهكذا فإن هاتشيكو انتظر طويلا حاول الناس صرفه بكل الوسائل لكن هيهات أن يبرح الكلب مكانه واستمر كعادته ينتظر وينتظر وينتظر لا ليوم ولا لأسبوع ولا لشهر بل لعشرة أعوام كاملة هاتشيكو لم يعلم ما الذي حصل لصديقه ولم يتمكن أحد من أفراد الحي إخباره بما حصل فهام على وجهه في أزقة المدينة ولم يستطع البقاء في البيت أبدا بعد ذلك ورغم الحزن الذي خلفه غياب صديقه إلا أنه استمر في ممارسة الحياة والمرور كل صباح أمام منزل البروفيسور ومع الوقت أيقن أنه لن يعود إلى المنزل فتوقف عن الذهاب إلى هناك وأصبح يكتفي بالانتظار أمام باب محطة القطار حيث كان يودعه ويستقبله وهذا ما استمر هاتشيكو بفعله فقد كان يتواجد أمام الباب كل مساء في موعد قدوم القطار وكل يوم لا يرى صديقه بين الركاب الخارجين من المحطة فيجمع خيبته وينسحب إلى ظلام أزقة المدينة لينام في الشارع ويعود إلى أمل آخر في اليوم التالي عند محطة القطار كان الناس يمرون به كل يوم يرمقونه بنظرات حزينة كان منظره عند باب المحطة يثير في نفوسهم مشاعر متضاربة ما بين الإعجاب والشفقة البعض كان يهز رأسه أسفا والبعض ذرف بضعة دمعات تعاطفا معه وهناك أيضا من كان يقدم له الطعام والماء وبمرور الأيام تحول هاتشيكو إلى أسطورة يابانية حية خصوصا بعد أن كتبت الصحافة عن قصته إلى درجة أن المعلمين في المدارس صاروا يشيدون بسلوك الوفاء العجيب الذي أبداه هذا الكلب ويطالبون تلاميذهم بأن يكونوا أوفياء لوطنهم كوفاء هاتشيكو لصاحبه وفي عام 1934 قام نحات ياباني بصنع تمثال من لبرونز لهاتشيكو وتم نصب التمثال أمام محطة القطار في احتفال كبير هاتشيكو نفسه كان حاضرا خلاله وبعد ذلك بسنة أي في عام 1935 تم العثور على هاتشيكو ميتا في أحد شوارع مدينة شيبويا وقد حيطت جثته بعناية واحترام فائقين وجرى تحنيطها وهي معروضة اليوم في المتحف الوطني للعلوم في أوينو توكيو قصة الكلب هاتشيكو قصة كان محورها وبطلها كلب بلغ به الوفاء درجة قد لا يصلها الكثيرون من البشر